القاتل الصامت يواصل حصد المزيد من الأرواح بمختلف ولايات الوطن حيث أودى بحياة أكثر من 14 شخصاً في أقل من أسبوع وإنقاذ 200 أخرين من الموت المحقق من بينهم 6 أشخاص في 24 الساعة الأخيرة فيما تم إسعاف 27 أخرين الحصيلة المأسوية هذه أحدثت حالة استنفار في صفوف ثلاث وزارات هي الداخلية والصحة والشؤون الدينية والأوقاف لشن حملة تحسيسية وتوعاوية كانت هناك رسالة لكل مدراء الحماية المدنية من السيد المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلان بغلف للتكثيف والمطابرة وتقديم موجودة أكثر فيما يخص عملية التحسيس والتوعية وكذلك بالاشتراك مع المشاركين سواء من مديرية الشؤون الدينية أو مديرية التجارة أو مديرية الصحة وجمعية الرصاصين وجمعية حماية المستهلك والمجتمع المدني لتكثيف هذه العملية التحسيسية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدورها تعتزم إطلاق حملة تحسيسية من مخاطر الغاز القاتل من خلال تجنيد المساجد وحث الأئمة على ضرورة توعية المواطنين من خلال الخطط تتعلمون بأنه إذا ما كانش في المسجد في أي مسجد في يوم الجمعة إذا ماهوش موجود موجود على الأقل حوالي ألف مصلي ألف مصلي في 15 ألف رحي تقريب 15 مليون بهذا العدد رح تسمع إلى هذا الخطاب ولذلك الإمام نحن من منطلق الوزارة لا نملي عليه الفقرات وإنما نريد أن نحسسه بموضوع يعيشه المجتمع بدورها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وذكرتهم بالتوجيهات والاحتياطات الواجب اتخاذها تفاديا لحدوث هذه الظاهرة وذلك بالمراقبة السنوية لأجهزة التدفئة وتسخين المياه من طرف متخصصين مؤهلين من جهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية أصدرت عدة بيانات ومنشورات تحذيرية تدخل ضمن حملة تحسيسية بشرتها وحدات الحماية المدنية ومنشورات ذكرت فيها بضرورة الانتباه والالتزام بشروط الوقاية من القاتل الخفية